موسيقى اهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة والبداية بالعنوين نيران الحثين تصيب العملة وترفع الاسعار وتهدد المصارف المشاهد نيت يتابع حياة اسرة قتلت القاعدة عائلها قبل ست سنوات يعملون في جمع العنب الفارغة بذمار بعد مغادرة حضر موت نهائيا وفي اخبارنا المنوعة اللغة التي لا يتحدثها سوى 44 شخصا في العالم يخوض الحثيون معارك مع القوات الحكومية على اكثر من 45 جبهة عسكرية في مناطق مختلفة ويقومون بتمويل هذه الحروب من خلال حرب اخرى ضد الاقتصاد والقطاع التجاري تصيب نيرانها العملة المحلية وتضرب قطاع المصارف وترفع اسعار السلع والوقود وفقا لتقرير نشره المصدر اونلاين بعنوان حروب على الاقتصاد نيران الحثيون تصيب العملة وترفع الاسعار وتهدد المصارف يقول التقرير بدأت حروب الحثيون ضد الاقتصاد قبل عامين مع القرار الحكومي بنقل البنك المركزي لعدن بعد ان وصل الى مرحلة العجز عن تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع لكنها بلغت دروتها منذ منتصف العام الماضي وعلن في وقت سابق من سبتمبر عام 2018 استئناف تمويل واردات السلع الاساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار وردت سلطات الحثيون على قرار المركزي باستئناف تمويل واردات بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة كما تعهدت لهم بتوفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد كما استخدمت جماعة الحثيون قرار حضر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملاي ريالات من البنوك وشركات الصرفة وقال بسؤول في بنك تجاري بصنعاء للمصدر أولاين إن أفراد أمن حثيين داهموا نوفمبر الماضي أحد فروع البنك وصادروا نحو 150 مليون ريال من النقود الجديدة ويرفضون إعادتها خبراء في الاقتصاد أكدوا أن إجراءات الحثيين تنسف الجهود الحكومية والدولية لإنقاذ العملة اليمنية وتهدد بمزيد من التهاوي في قيمة الريال وتخدم استمرار عملية التلاعب المضاربة بالعملة كشف مصدر حكومي أنه لا وجود لأي تحرك حوثي لتنفيذ مقترح رئيس لجنة المراقبة الأممية مايكل لليسغارد بإعادة الانتشار في الحديدة وعنون موقع مأرب بريس الحوثي يناور ويعرقل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة وقال المصدر حتى اللحظة لم نلمس أي جدية من الطرف الانقلابي الذي لا يزال يناور إعلاميا فيما على الأرض وعرقل الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق استوكولم وأضاف نحن في الحكومة أبدأنا مرونة مع الأمم المتحدة خصوصا أن المرحلة الأولى لا تلزمنا بأي خطوة ولكن حرصا منها على الجانب الإنساني قدم فريقنا مبادرة منذ وقت مبكر بالانسحاب عدة كيلومترات لفتح ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وكشف المصدر أن الحكومة الشرعية تلقى الضمانات بعودة موظفي الكادر الإداري في مرحلة ما قبل الانقلاب إلى وظائفهم وتقضي الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لعادة الانتشار بانسحاب الحثين من ميناء الصالف ورأس عيسى لمسافة خمسة كيلومترات بينما تنسحب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح بداخلها وتوزيعها على مدار 11 يهو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك كتب مقالا عن طفل في عدن اسمه فواز ومن خلاله تحدث الأمين العام عن ما يحتاجه اليمن وأضاف في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط التقيت في شهر نوفمبر الماضي بطفل صغير مميز يدعى فواز وذلك في مستشفى في عدن في اليمن عمره 18 شهرا ووزنه يزيد قليلا عن 4 كيلو جرامات يعاني فواز من سوء تغذية حاد وهو مقيم في المستشفى منذ أكثر من شهر وبالكاد يحتمل الحليب العلاجي الذي يعطى إليه وعلى الرغم من كل ذلك فهو مثابر عازم على العيش وبصمت مطبق تمكث رقية والدة فواز بجانب ابنها ليلة نهار تترقب حالته للتأكد من صموده لم يستجف فواز لنوعين مستخدمين الحليب العلاجي على غرار معظم الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية الحاد وبعد أسابيع من الفشل بإنجاح العلاج وعمليات نقل الدم الكثيرة انتقل الأطباء إلى معالجة فواز بالحليب المضاد للحساسية الباهظ الثمن وبالتالي تعين على عائلة فواز تحمل كلفته لا يمكن لفواز أن يستعيد عافيته من دون هذا الحليب لأن عافيته ستكلف عائلته ثمنا باهظا كلفة كل علبة من هذا الحليب هي نحو ثلاثون دولار ولهذا الأمر عواقب مدمرة لا سيما بالنسبة للعائلات التي تعيش على بضعة دولارات في اليوم أن تأمين الدواء لطفل واحد يعني وجبة أقل في اليوم وغداء أقل للعائلة الأمر الذي يزيد من خطر سوء التغذية بالنسبة لباقي أطفال الأسرة لهذه القصة خاتمة سعيدة ربح فواز وغادر المستشفى في العشرين من ديسمبر واستمر بالتعافي غير أن الملايين من اليمنين لا يزالون يواجهون ظروفا صعبة مماثلة تشير تقديرات إحدى وكالات الإغاثة إلى أن نحو خمسة وثمانين ألف طفل في اليمن خسروا معركتهم ضد المجاعة منذ عام 2015 لا قد تم نسيانهم ونسيان أقاربهم ومنذ قتلتهم القاعدة في واحدة من أفشع جرائمها بحق اليمنيين لم يسأل عنهم أحد فمنذ العام 2014 أصبحت جرائم القتل أقل إيقاعا وأثرا موقع المشاهد نت تتبع إحدى تلك الأسر وعنوان الموقع أسرة ذبحت القاعدة عائلها في حضر موت تتجر على المعاناة في ذمار أم عاصم ما زالت تعاني مع أطفالها السبعة من مرارة الفقر والحاجة بعد مقتل زوجها محمد أحمد الموشكي ذبحا على يد التنظيم القاعدة الإرهابي إلى جانب عدد من الجنود في محافظة حضر موت الجند الموشكي الذي كان ينتمي إلى إحدى وحدات الجيش اليمني كان في إحدى النقاط الأمنية عندما هاجمها عناصر من تنظيم القاعدة وذبحوا عددا من أفرادها الأمر الذي أجبر زوجته وأطفاله على مغادرة منزلهم في حضر موت والعودة إلى مسقط رأسهم في ذمار تقول الأم للمشاهد هربنا من حضر موت وتركنا كل شيء وبقيت في منزل أخت سنة ولكن كيف تعيش الأسرة اليوم في واحدة من ضواحي ذمار يقول الموقع إن أم عاصم وأطفالها الثلاثة أكبرهم 12 عاما يعملون في جمع العلب الفارغة ولا يتجاوز ما يحصلون عليه ألف ريال كل نهر ويصف الموقع حالة الأم تسند هذه السيدة الأربعينية ظهرها إلى الفراغ وأملها الوحيدة أن تنام ذات مساوة هي لا تفكر بوجبة الإفطار لأطفالها فيما تجمعهم من ثمن العلب الفارغة لا يكفي لنصف وجبة كما تقول وإفقا لإحصائيات رسمية فقد تجاوز عدد العائدين إلى محافظة ذمار الذين كانوا يعيشون في محافظات أخرى خمسون ألف أسر الكثير منهم فروا من مناطق الحرب تاركين أثاث منازلهم وممتلكاتهم في تلك المحافظات ألقت الأجهزة الأمنية في المدخل الشرقي لمدينة الشحر بساحل حضر موت القوض على مواطن وبحوزته مجموعة من القطع الأثرية القديمة وقد تابع الموقع الإخباري لقناة بلقيس هذه العملية وعنوان الموقع حضر موت أجهزة الأمن تلقي القوض على مواطن بحوزته قطع أثرية قديمة وقالت مصادر أمنية أن مواطنا في العقد الثالث من العمر ضبط أثناء محاولته الدخول لمدينة الشحر قادما من محافظة المهرة وبحوزته 12 قطع أثرية ووفقا لموقع بلقيس فإن القطع الأثرية تشمل تماثيل صغيرة برونزية وقطع حجرية عليها نقوشات ورسومات بالخط المسند وخنجر من مادة النحاس بالإضافة إلى مجموعة قطع من الحلي المصنعة من البرونز وشارت المصادر الأمنية إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم المضبوط فشل في بيع تلك القطع الأثرية في محافظة المهرة وعاد بها إلى حضرموت وبحسب التحقيقات الأولية فقد عرض المواطن هذه القطع في المهرة على شخص ليبيعها له بمبلغ باهظ ثمن لكنه اختلف على الثمن وأثناء عودته من المهرة تم القبض عليه في نقطة أمنية حرب اليمن تزعزع القرن الأفريقي تحت هذا العنوان كتبت لكساندرا لوري مقال عادة موقع بالأحمر نشره كثيرا ما ينظر إلى حرب اليمن من منظور العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران ويغيب عن النظر أن هذه البلد يقع على حدود إرتيريا وجبوت والصومال من جهة البحر وأن هذه الدول تلعب دورا لا يستهان به في هذه الأزمة تمثل جبوت مركزا رئيسيا جويا وبحريا للأمم المتحدة في المنطقة انطلاقا من الميناء أو من مطار العاصمة ترسل إلى اليمن مختلف شحنات برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية الأخرى باتجاه ميناء الحديدة أو المطارات اليمنية وكان يفترض أن يمكن خروج الحوثيين من الحديدة وفق لنتائج مفاولات السويد من وصول أفضل لهذه المؤن من شأنه دعم خط إنساني بين جبوت واليمن اندمج اللاجئون اليمنيون في شبكات التجارة وتتكون هذه الشبكات غالبا من تجار يمنيين كانوا قد وصلوا قبل الحرب أو من يمنيين حاصلين على الجنسية الجبوتية لوجودهم منذ عدة أجهال كما أن اليد العاملة من اللاجئين جلبت نفسا جديدا للاقتصاد في أحياء مدينة جبوت القديمة مع إضفاء صبغة يمنية على التجارة المطاعم اليمنية ومحلات الأقمشة والعطور والإلكترونيات ومؤسسات البناء ويرافق إزدياد المحلات التي يديرها يمنيون اختفاء التجار الصوماليين والعفر إلى جانب إضفاء صبغة يمنية محتملة على أنماط الحياة تتقدم اللغة العربية شيئا فشيئا وتنتشر المطاعم اليمنية خارج الأحياء المركزية خمس سنوات بعد بداية الحرب على اليمن يبدو الأثر مباشرا على دول القرن الإفريقي إذ عرفت العسكرة بل وما يسميه الباحث رولان مارشال تغيان حالة الارتزاق لفائدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإذا كان اللاجئون يساعدون في بعض الحالات على تنشيط الاقتصاد فإن الوضع يتدهور ويهدد استقرار هذه الدول الضعيفة بالأساس في صحيفة العرب الجديد خبر مفاده أن شركة سوريا وضعت علام اليمن نصبا تذكاريا في حمص بعد نسيان النجمتين التي تميز العلم السوري وعنوانات الصحيفة صخرية من شركة سوريا استبدلت علام النظام بعلم اليمن في حمص وقالت الصحيفة إن شركة سوريا أزالت نصبا أقامته على إحدى الطرقات في مدينة حمص وسط سوريا بعد ساعات من تشييده تبين أن طلاء العلم المرسوم فوقه يعود إلى اليمن وليس علام النظام السوري وقالت مصادر من المدينة الخاضعة لسيطرة النظام السوري التي يلقبها المعارضون السوريون بعاصمة ثورة للعرب الجديد إن شركة البراك للاتصالات شهيدت نصبا في حي طريق ترابلوس على شكل عبارة مكتوب فيها أحب حمص وتم طلاء النصب بعد بعلم النظام من دون النجمتين وأفادت المصادر نفسها بأنه عقب انتقادات من مواطنين وموالينا للنظام على عدم وجود النجمتين ما جعله يبدو كعلم اليمن أزالت الشركة النصبة قالت مجلة فورينبوليس الأمريكية إن جماعة الحوثي المسلحة صعدت من هجماتها على عمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع مخاوف من تهديدهم بالاختطاف أو القتل ونقلت المجلة عن عمال إغاثة قولهم إنهم يواجهون تهديدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تشمل الأجزاء الغربية من البلاد والعاصمة اليمنية صنعة وقالت تقرير المجلة الذي ترجمه موقع يمن مونيتور إن جماعة الحوثي اعتقلت الناشطة في مجال الإغاثة أو فنعامي في أواخر يناير الماضي واحتجزتها عدة أسابيع ولم تفرج عنها إلا بعد ضغط دبلوماسي متواصل وتؤكد المجلة أن الحوثيين يختبرون المجتمع الدولي لمعرفة مقدار المضايقات والتخويف التي يمكن أن يفلت منها وقالت المجلة أنه في حال استمر الحوثيون في تهديد جماعات الإغاثة فيمكن إجبارها على تقليص أو حتى وقف عمليات الإغاثة الإنسانية وبناء السلام وقال سكوت بول الذي يعمل في قضايا اليمن في منظمة أوكسفام الأمريكية التي تعمل في البلاد إن المساعدات هي أحد الأشياء التي تبقي الملايين أحياء حالآن وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه فإن المساعدة المبدئية يمكن أن تتعرض للخطر منذ ثلاث سنوات لم يتمكن عادل راجح من رؤية والده بعد أن غادر الوطن لدراسة والبحث عن مصدر الرزق توفي والد عادل بينما هو ينتظر أن يلتقيه مجددا وحالة الحرب دون أن يلقي عليه النظر الأخيرة وقد كتب مقالا في المصدر أولاين قال في أيزاء منه فقدت والدي رحمة الله عليه الألم والوجع يملأ قلبي ثلاث سنوات لم أستطع رؤيته ثلاث سنوات ووالدي يعيش الألم بسبب المرض ولم أكن بجواره حتى لحظة ولم يكن أمامي إلا الدعاء له تلقيت التعازي وأنا لم أرى ضريحة لم أشارك في تشيعه لم أقب الرأسه لم أمسك حتى بنعشه لا أصدق قال لي أبي في إحدى المرات هذا الزمان زمانكم وأنتم الشباب رأس مال الوطن بعدها أدركت أننا نحن الشباب أصبحنا منفيين أو معتقلين أو شهداء أو مغتربين نصارع قسوة الحياة أو عاجزين عن العيش تظل هناك صورة نمطية مغلوطة بأن منهم داخل الوطن هم فقط من يعانون من صعوبة الحياة وويلات الحرب وأن من يقيم خارجه هو من يفوز وينجو من قسوة العيش في وطن يسكنه جياع الساسة ووحوش التطرف أو كلاء الرب والحمقى ممن يتبعهم ما لا يدركه الجميع أننا نحن المغتربين لسنا في نعيم الجنة بل تسكننا الحسرة لبعدنا عن وطننا وأهلنا نتجرع وحشة غربتنا من أجل قوت يومنا نتميز في بلدان الاغتراب عن غيرنا من الذين يقطنون في الوطن بمصباح عادة ما نحرس على أن نطفئه أكثر بسبب هاجز فاتورة قد تقسم الظهر أو قد تحدث خللا في ترتيبات ميزانية الشعر نتميز عن إخوتنا في الوطن بشبكة هاتف تغطيته جيدة ولكن عندما نريد أن نستفيد من هذه الخدمة لكي نعيش لحظات مع الأهل تظل شبكة الوطن بعيدة المنال نحن القاطنين خارج بلدنا لا نترك الهواتف من بين أيدينا بحثا عن خبر أو حدث مفرح يزرع في قلوبنا الممتلئة بالشوق بسمة أو فرحا لكننا لا نقرأ إلا أخبارا عن مصرع أو مقتل أو وفاة أو استشهاد وفي أخبارنا المنوعة نطالع من موقع البي بي سي اللغة التي لا يتحدث سوى أربعة وأربعون شخصا في العالم وقال كاتب التقرير عن مجموعة صغيرة من الناس هؤلاء يتواصلون بلغة كاتا كولول الإشارة التي تعني حديث الصم بلغة الاندونسية وقد أضحت هذه اللغة هي وسيلة التواصل الرئيسية بين أربعة وأربعين شخصا فقط في العالم فقد ولد عدد كبير من سكان قرية بانكا كالا صما وتوارثوا الصمم على مدى نحو ستة أجيال وبينما يعزي سكان القرية انتشار الصمم إلى لعنة نزلت بالقرية فإن العلماء اكتشفوا مؤخرا جهنا نادرا تسبب على مدى عقود في إصابة طفل من بين نحو كل خمسين طفلا من سكان القرية بالصمم الوراثي إلى أن الصم في بنغالا أفضل حالا من أقرانهم في مناطق أخرى لأن أكثر من نصف سكان القرية غير المصابين بالصمم تعلموا لغة كاتا كولو ليتواصلوا مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم الصم ونادرا ما يزور السواح هذه المناطق الساحلية البعيدة شمال جزيرة بالي والتي تعد من أفقر المناطق في الجزيرة ويكسب أغلب سكان القرية الذين ولدوا صما قت يومهم من الرعي أو الحرف اليدوية وقد يستأجرهم المزارعون لحراسة أراضيهم أو لحفر القبور يقول آي كيتوت كانتا المتحدث باسم جمعية الصم بقرية بنغا كالا إذا شاء القدر أن تولد أصم فإن هذه القرية هي أفضل مكان في العالم لتنشأ فيه جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديا البريطانية والتي نشرت مجموعة من الصور القادمة من مناطق مختلفة من العالم توثق للحظات مختلفة أيضا ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرف من خلال رثم الكركاتير التي نشرتها الصحف نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكركاتير وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كوشك الصحافة في الغد حلقة جديدة في أماننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر